طيب النهاردة في جامعة الدول العربية كان فيه اجتماع وزراء خارجية الدول العربية اللي التأم او اجتمع بناء على دعوة المملكة العربية السعودية لهذا الاجتماع العاجل لو تفتكر حضراتكم يوم ال smells دين اللي فات دعت الخارجية السعودية الى اجتماع طارق على مستوى وزراء خارجية الدول العربية في الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة لبحث المستجدات التي طرأت على الوضع العربي والاغليمي خصوصا التهديدات التي تواجه الامن القومي للسعودية النهاردة وزراء الخارجية العرب وتحديدا وزراء خارجية الرباع العربي الرباع العربي اللي هو مصر والسعودية والامارات والبحرية اكدوا على التضامن مع السعودية في كل ما تتخذ من اجراءات لحماية امنها القومي تاني وزراء خارجية الرباع العربي مع وزراء خارجية الدول العربية متضامنين اكدوا دعمهم لكل الاجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية امنها القومي القصة هنا قصة اعتقد انها جات في وقتها وهذا التضامن وهذا الدعم العربي للسعودية جاء في وقته ومش بس للسعودية اي دولة عربية تمر بمحنة اي دولة عربية تمر بازمة اي دولة عربية تتعرض لتهديد سواء من داخلها او من خارجها وجب على المنظومة العربية ان تقف بجوارها وتقدم لها كافة الدعم كافة انواع الدعم ده من اول وناخر من اول الدعم السياسي اللي هو بالبيانات نحن ندعم ونقف ونساند ونتضامن وكل الكريم اللطيف ده وصولا الى الدعم المالي وصولا الى الدعم العسكري اذا تطلب الامر وإلا اسمها ليه منظومة عربية وإلا اسمها ليه وطن عربي اسمها ليه الدول العربية اللي متكتفة اسمها ليه جمعة الدول العربية رغب ان انا عارف ان انا بزعلكم لابا بقول الاسم ده